المزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من جوريس على الحدود الأرمينية الأذربيجانية مفادنا فراس لطفي فراس مرحبا بك هل يمكن القول أن عملية النزوح قد انتهت فعلا بحسب السلطات الذين اعتبروا أن عدد من أرادوا أن يتم إجلاؤهم بالفعل وصل إلى 100 ألف فيما كان يحكى أن السكان هذا الإقليم كان يبلغ عددهم 120 ألفا هذا صحيح ولكن هناك بضح حافلات كما فهمنا من مصادر رسمية هنا لا تزال موجودة في ستيبانا كيرت داخل إقليم نغورني كارباخ تحسبا من وجود من يريدون الخروج من هذا الإقليم باتجاه الأراضي الأرمينية هنا في مركز الإيواء المركزي في جوريس نرى آخر الدفعات التي وصلت إلى هذا المركز هنا تجري عملية استقبالهم وإيواءهم أكثر من 40 حافلة وصلت في الساعات الأخيرة محملة بنحو 2000 لاجئ من العرقية الأرمينية الذين آثروا الخروج من الإقليم باتجاه الأراضي الأرمينية عبر معبر لاتشين الآلاف منهم شاهدنا هنا تقديم المساعدات العاجلة الأغذية الأغطية العلاج الطبي لمن يحتاج له ومعظم من شاهدناهم حقيقة ميشا كانوا من المسنين من كبار السن من الأطفال هؤلاء جاءوا بحافلات حملوا ما استطاعوا حمله من ملابس ومقتنيات في منازلهم وجاءوا إلى هنا ولكن لا يوجد لديهم أي أمل بالعودة عندما تحدثنا مع بعضهم هنا قلنا لهم أو سألناهم هل لديكم أمل بأن يتم تسوية الأمر سياسيا والعودة إلى ناجورني كارباخ إلى منازلكم قالوا بأنهم لا يثقون بالسلطات الأذربيجانية وهم يعني هذه الرحلة الأخيرة التي حملتهم بها الحافلات من ناجورني كارباخ باتجاه الأراضي الأرمينية وبالتالي لا أمل بالنسبة لهؤلاء بالعودة إلى أوطانهم ووجهنا سؤال آخر حقيقة لهم لماذا خرجتم إذا لم يطلب منكم بشكل رسمي من السلطات الأذربيجانية الخروج قالوا بأن قوة القصف والحرب التي كانت دائرة هناك وإن كانت ساعتها قصيرة إلا أنها كانت طاحنة وكانت تشكل خطرا كبيرا على حياتهم هناك عدد من القتلى عدد من الجرحى جعل الناس يتخذون القرار المصيري الحاسم بالخروج والهروب من منازلهم باتجاه أرمينيا هذا المركز مركز الإيواء غوريتس هو الأكبر وهناك أيضا مركز آخر مركز فايك مدينة أخرى تستقبل اللاجئين أكثر من مائة ألف وبالتالي هذا المشهد هذه المشاهد مشاهد اللاجئين شكلت حالة من الغضب ومطالبات داخلية بأن يتم تغيير السياسة الداخلية في ييريفان التي قالوا بأنها تتساهل وأنها خنعت واستكانت للإرادة الأذربيجانية والتي أدت في النتيجة إلى نزوح هؤلاء عن منازلهم وعن وطنهم ناجورني كارباخ التي باتت غير موجودة على خارطة جغرافيا السياسة ولربما اليوم إذا ما تم خروج آخر ساكن أرمني في هذا الإقليم سيتم رفع العلم الأذربيجاني هناك ورغم أن الأمر لا يخالف القوانين الدولية وأن هذا الإقليم معترف به دوليا ضمن أراضي أذربيجان إلا أن هنا الناس يعتبرون ما جرى تطهيرا عرقيا وأن ما جرى يجب أن يتم حاسبة أذربيجان عليه كونه تطهير عرقي في زمن يتحدث فيه الناس عن الديمقراطية وإحقاق حقوق المواطنين في منازلهم وتطبيق القوانين الدولية بات بعيدا عن هؤلاء الذين الآن باتوا لاجئين بين ليلة وضحاها رحلة اللجوء حقيقة كانت صعبة بالنسبة لهم محاصرة لعدة أيام أكثر من أربعين ساعة ما بين استيبانا كيرت والدخول إلى معبر لاتشين هذه الساعات الطويلة شكلت إرهاقا كبيرا للكبار والمسنين الذين جاءوا هنا كما شاهدناهم منهكين تماما الآن الوضع هنا في هذه المدينة الصغيرة بإمكانياتها يعني تحاول احتضان هؤلاء بما استطاعت الجيش الأرميني يحاول المساعدة نشاهد قوافل من مئات السيارات تتجه إلى مدن محيطة ولكن إمكانيات هذه الدولة متواضعة لاستيعابهم على المدى الطويل وبالتالي يطالبون المجتمع الدولي بضرورة تقديم مساعدات وإن وصل بعضها بملايين الدولارات من الولايات المتحدة من فرنسا ومن دول أوروبية أخرى إلا أنهم يريدون أكثر من ذلك لاستيعابهم على المدى الطويل شكرا جزيلا لك مفدنا في رأس لطفي كنت معنا مباشرة من قريس على الحدود الأرمانية الأذربيشانية شكرا لك